نعم بالفعل هي زيارة تأتي بدعوة رسمية من قبل ممثل المرشد الإيراني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني هذه الزيارة تأتي لبحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين قد يكون هناك مباحثات حول القضايا الخلافية بين الجانبان خصوصا بأن الإمارات وإيران لديهما العديد من المسائل الخلافية في العديد من القضايا التي تخص المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية أو في بعض الدول العربية بحسب التصريحات الأخيرة من قبل المستشار السياسي لرئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين مع التأكيد على أن الإمارات ستشارك هذه المعلومات أو هذه النتائج التي ستصدر عن هذه الزيارة مع الشركاء في المنطقة خصوصا في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى ذلك هو أشار إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي سيكون جزءا من هذه الزيارة والذي أيضا يعتبر جزء من إعادة بناء الثقة بين إيران والإمارات وهو أيضا أكد على أن هذا الأمر قد يأخذ فترة طويلة وفترة أطول مما هو متوقع لذلك هذه الزيارة تأتي لبحث العديد من القضايا خاصة على الساحة السياسية في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبدالله الزعبي مرسل غد كنت معنا من دبي شكرا لك اشتركوا في القناة